بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا أيها الإخوة الكرام نتابع بعض الشبهات التي تثار حول بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان التناقض المزعوم بين هذه الأحاديث النبوية وبين القرآن الكريم وقلنا وأكدنا مرارا أنه لا يمكن أن يتناقض حديث صحيح مع آية قرآنية كريمة والسبب في ذلك أن المصدر واحد وهو الوحي المعصوم فإن الوحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قد عبر عنه بالقرآن وبالسنة وذلك مصداقا لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وأكدنا أيضا على أنه إذا حدث تعارض وثبت هذا التعارض فعلا بين آية وبين حديث فإما أن يكون فهمك للآية خطأا وقد أولتها تأويلا على غير المراد منها وإما أن يكون الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أشير إلى أن من علامات الوضع في حاجة اسمها كده في علم الحديث في علم مصطلح الحديث علامات الوضع يعني العلامات التي تظهر في الحديث سواء في سنده أو في متنه ويستدل من خلالها على أن هذا الحديث موضوع وكلمة حديث موضوع معناها حديث باطل وضع على رسول الله ظلما ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاله أحد من الناس ونسبه إلى رسول الله زورا هذا اسم الحديث الموضوع العلماء عندهم في علامات الوضع علامة مهمة وهي تتصل بمتن الحديث إذا تعارض الحديث مع آية قرآنية كريمة يستدلون من هذا التعارض يستدلون به على أن الحديث ليس صحيحا على أنه موضوع فمثلا فيما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء يعني سبعة أجيال هذا الكلام بنسميه بقى الخبر ما نقولش عليه حديث يعني لا نقول حديثا إلا إذا كان منسوبا إلى رسول الله نسبة صحيحة أما إذا كان كلاما مزورا اللي سميحنا بقى الموضوع فيحسن أن نقول الخبر الموضوع الخبر الموضوع يعني الكلام الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقله فهذا الكلام فهذا الكلام استدل العلماء على أنه موضوع من تعارضه مع آيات قرآنية صرحت بأن الإنسان يحمل فعله هو مسؤول عن ما فعله هو في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل امرئ بما كسب رهين إذن هذا يتعارض مع الحكم على الأجيال التي تأتي من ولد الزنا وعليه هو نفسه وعليه هو نفسه بأنه لا يدخل الجنة فهذا التعارض كشف على أن هذا الخبر أو هذا الكلام لا يصح لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمنتشر الآن من هذه الأكاذيب التي يكذبونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس تعارضا كما شرحنا في الحلقات السابقة وإنما هو سوء فهم وسوء تأويل إما للآية وإما للحديث معنى النموذج العاشر وأقرأه كما أورده الكاتب ويروج له المروجون في وسائل التواصل إن محمدا في القرآن الكريم ليس صلى الله عليه وسلم ليس من حقه أن يشفع لأحد يعني يتكلم هنا عن مسألة الشفاعة ليس من حقه أن يشفع لأحد يوم القيامة ثم أورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يقول بل وسيشهد على أمته لوسيدنا محمد يعني صلى الله سلم كما جاء في القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقول أما محمد السنة فيقول أمتي أمتي يعني كأنه يريد أن يوهم أن هناك تعارضا بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويشفع لأمته يوم القيامة فيخرجهم من النار إلى الجنة كما وارد في كتب الحديث هذا نص ما قاله وما ينتشر بين الناس أن هناك تعارضا وليس تعارض طبعا كما سنسمع سنسبت بعد قليل بين الآية الواردة في قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة هكذا يقولون ما في الشفاعة وبين قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيقول أمتي أمتي ويشفع لأمتي يخرجهم لكي يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بشفاعة هنا مغالطات المغالطة الأولى تتصل باستشهاده بالقرآن وهي أنه أتى بآية واحدة من الآيات المتصلة بموضوع الشفاعة وتغافل عن بقية الآيات التي وردت في المسألة وأنا أريد أن أنبه هنا إلى أن من منهج أهل السنة الصحيح من المنهج الصحيح في فهم موقف القرآن من مسألة ما أن تستحضر كل الآيات التي وردت في المسألة المدروسة وليس آية واحدة أو آيتين فقط وتنظر في هذه الآيات في هذه النصوص كاملة حتى تستخرج الموقف الصحيح ففي مسألتنا لو اعتمدنا على الآية التي أوردها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فهذا نفي لمطلق الشفاعة يبقى معنى ذلك أنه لا يوجد شفاعة في الآخرة لا شفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة غيره من الشفعاء وهذا غير صحيح لماذا لأن هناك آيات قرآنية أخرى تبين أن هناك شفاعة وأن الشفاعة حقيقة ولكنها لا تتم إلا بإذن الله وإلا برضى الله عز وجل وأنا أجيب بعض الآيات وارجع لي المسألة مرة أخرى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده لو لم يوجد شفاعة من قال إلا بإذنه كان قال من ذا الذي يشفع عنده خلاص من ذا الذي يشفع لكن إلا بإذنه أثبت هنا الشفاعة إلا بإذنه وقوله تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يبقى هنا الشفاعة تتم بإذن الله الموقف الشفاعة وقبول الشفاعة نفسه يكون بإذن الله ثم المشفوع فيهم المشفوع فيهم يكون برضى الله لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إبه إحنا عندنا هنا الإذن وعندنا الرضى ورضي له قوله إذن ورضى وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هنا هنا أريد أن الشفاعة كائنة بإذن الله عز وجل في من رضي الله عز وجل أن يشفع فيهم في مسألة تقع تحت طائلة رحمة الله وغفرانه يعني إيه يعني مثلا لو جينا الشرك أو الكفر لا شفاعة فيه وهنا يحمل المفسرون قوله في الآية التي أوردها يا أيها الذين أمانوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يحملون ولا شفاعة ولا خلة ولا بيع على الكفر ولذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله والكافرون هم الظالمون ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معنى ذلك أن الشرك والكفر لا شفاعة فيهما ولا غفران فيهما ولا يقع الكافر أو المشرك تحت طائلة العف والغفران والصفح من الله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الرضا بالشفاعة شرط في وقوعها والرضا بالشفاعة من الله عز وجل أن يرضى الله عز وجل بالشفاعة كما قلنا أن يكون الذنب قابلا للغفران أن يكون الذنب الذي يشفع فيه الشفيع أن يكون الذنب من الذنوب التي تقع تحت طائلة الغفران والعفو أما أن يكون كفرا أو شركا فلا شفاعة فيها هذا كلام لابد أن نفهمه إذن لا يوجد تناقض الآية التي أورادها تتصل بالكفر فقط ثم أنه يعني هذا المشوه صاحب الشبهة أغفل الآيات الأخرى التي قرأناها وهناك آيات غيرها والتي تؤكد أن الشفاعة واقعة ولكن بشروطها وهي أن يكون أن يكون المشفوع فيهم مرضيا عنهم من الله عز وجل ثانيا أن يكون الذنب مما يمكن أن يغفر وبعد ذلك يكون موقف الشفاعة من مظاهر رحمة الله عز وجل الله سبحانه وتعالى رحمته يعني مطلقة غفور رحيم بإطلاق لا يحدها حد ولا يمنعها مانع سبحانه وتعالى فيريد الله عز وجل أن يتجلى على عباده الموحدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أن يتجلى على هلاء الموحدين الذين أسرفوا على أنفسهم في بعض الذنوب ولكنه مات موحدا أن يتجلى عليهم برحمته فمن مظاهر هذا التجلي وأن يظهر عز وجل رحمته الشفاعة ثم إن الشفاعة أيضا من أسباب أو وسائل من وسائل التكريم الشفيع فالشفيع الذي يشفع ويأتي على رأسهم طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى إنما يسمح الله عز وجل له أن يشفع ويقبل منه شفاعته في من يشفع فيهم بإذنه ورضاه تكريما له وإعلاء لشأنه وإظهار لمكانته فالشفاعة تكريم للشفيع ورحمة من الشافع الله سبحانه وتعالى ومظهر من مظاهر رحمته بعباده هذا أمر لا بد أن ننتبه إليه فيما يخص الشفاعة كذلك المغالطة التي وردت هنا أنه قال أما الرسول فيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا من الذين اتخذوا هذا القرآن مهجور قومه من الكفار الذين دعاهم وعصوه الذين بعث فيهم وحربوه وليس قومي يعني أمتي اللي هو المسلمين الذين اتبعوه وأمانوا به وصدقوه وعزروه إنما المقصود بالآية قومه هنا اللي هم أهل مكة الذين عاندوه وعادوه في دعوته واتخذوا القرآن مهجورا فهنا مغالطة في فهم الآية حيث يوحي أن قومه يعني أمتي أنه إحنا يعني اتخذنا القرآن مهجورا ويشهد علينا بذلك فكيف يشفع ويقول أمتي أمتي هذه مغالطة واضحة أرجو أن تكون قد ظهرت لأن هؤلاء الناس لا يقولون شيئا لوجه الله إنما يقصدون التشويش والمغالطات وأنا أنبه عليها أنبه إلى مواطن المغالطة حتى تتضح المسألة الأمر الثاني أنه يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي ثم يقول ويشفع لأمته يوم القيامة فيخرجهم من النار إلى الجنة من الذي قال لك هذا نحن ندرس في العقيدة حاجة اسمها أنواع الشفاعة أنواع الشفاعة التي سيشفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفاعته التي تخصه وطبعا الملائكة يشفعون والأعمال الصالحة تشفع والقرآن يشفع والأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه ست خصال منها ويشفع لسبعين من أهله كل قد وجبت عليه النار فإذا هناك أنواع من الشفعاء كثيرون وعلى رأسهم الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام له ثمانية أنواع من الشفاعة مدروسة في باب العقيدة المسألة ليست اجتهادية وليست خط عشواء ولا تأليف من دماغك تقول يقول أمتي أمتي ويخرج أمته من النار إلى الجنة ما فيش الكلام بنهائي النوع الذي يعني يعني يتصل بهذا المفهوم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته أهل الكبائر من أمته يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بنوء من الشفاعة أنما يشفع لأمته كلها ويخرج كلهم من النائر إلى الجنة هذا لم يرد على الإطلاق في موضوع الشفاعة في عقيدة المسلمين فإذن نحن نقول أن هذا تشويش وأنه ينضوي على مغالطات ولا يوجد أبدا تعارض بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الشفاعة الثمانية وبين ما ورد في القرآن الكريم في موضوع الشفاعة الشفاعة ثابتة متحققة كائنة عند أهل السنة والجماعة لا ينفيها إلا مبتدع أو صاحب هواء هذه المسألة العاشرة التي أردت أن أرد عليها في هذه السلسلة من الإفتراءات المسألة الحديقة العاشرة والأخيرة حتى ننتهي من هذه السلسلة ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في موضوع آخر وهي قوله محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم ليس شهوانيا فكان يقوم الليلة متعبدا لله ثم أورد قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة يقول بل وحرمت عليه النساء في آخر مراحل الدعوة وأتى بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد يقول أما محمد في السنة حتى يعني يوهم القارئ أن هناك تناقضا بين هذا الموقف الذي أظهر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعبد دائما وأنه يعني لا 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 يحتل جانب الزوجات في حياته يعني أي مكان وفي السنة يقول كان كما ورد يقول كما ورد في كتب الحديث يقول كما ورد في كتب الحديث أنه يجامع تسع زوجات في ليلات وحدة وأنه أوتي قوة ثلاثين في الجماع وهذا أيضا كذب ومغالطة واضحة أرجو أن ننتبه إليها أما قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك ضمن ما هي المغالطة يا إخواني أن يأخذ جزءا من آية ويقطعها ويقطعه من سياقها حتى يفهم منه حتى يفهم منهاج الجزء فهم الخطأ كالذي يقول ولا تقرب الصلاة ولا يكمل وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون هذا يكون هدفه المغالطة والتشويش وإخراج الآيات عن مضمونها فالآية تكمل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه يعني لن تستطيع أن تحصو القرآن كله في التعبد على نحو ما تريدون فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن وبعد ذلك خفف أيضا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا عن الحياة الدنيا بالعبادة وأن أذكركم بهؤلاء الثلاثة من الشباب الذين ذهبوا إلى بعض بيوت النبي صلى الله وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعني هكذا كان يعبد فقط فإذا هي عبادة قليلة فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء الحديث طبعا مشهور ومعروف فلما سامع النبي صلى الله وسلم بمقالتهم قال لهم أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم له وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالرسول صلى الله وسلم عنده هذا التوازن هذا التوازن بين متطلبات العبودية لله عز وجل وبين متطلبات أهله من الزوجات والأولاد والحياة وهنا أريد أن أشير إلى شيئين الأول أن المسلم فيما يفعل من أمور الدنيا إنما هو في عبادة دائما ما أحسن النية واستحضرها قل إن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الصلاة ونسك ومحيا وممات لله رب العالمين فحتى جاء عند أن يعطي الرجل حق زوجته كما قال في حديث آخر إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فآطي كل ذي حقا حقه وإن لربك عليك حقا فآطي كل ذي حق حقه فلما قال لصحابته إذا أتى الرجل زوجته فإنه يؤجر يؤجر يعني يأخذ أجر في في إتيانه لزوجته قالوا أيأتي أحدنا أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له بها أجر يا رسول الله فقال سوف الكلام الجميل قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعه في حرام أيكون عليه وزر أتحتسبون يعني المعنى أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير إذن الواحد فينا في كل مناشط حياته ما استحضر النية وفعل أفعاله لله عز وجل فهو في عبودية فهو في عبودية دائمة لا ينقطع عن عبادة الله تبارك وتعالى حتى في مثل هذه المواقف المغالطة هنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد التعبد لله تبارك وتعالى ويعبد ربه حتى ويصلي حتى تتورم قدمه كما هو معروف ولكنه إذا انفرد ثم أن هذه الواقعة التي تحدث عنها هذا الرجل حدثت مرة واحدة وفيها كلام كثير أهمه وأصحه أنها مرة واحدة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل إلا أن يسترضي زوجاته قبل أن يخرج إلى حجة الوداع وأن يؤلف بينه وبين قلوبهن واحدة واحدة أما أن يظهره على هذا النحو من الوصف فهو لم يثبت عنه صلى الله وسلم أبدا وبالتالي نكون قد انتهينا من الحديث عن هذه الشبهات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يثبتنا على دينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا